تحذير عاجل لرئيس الأركان الإسرائيلي الجيش سينهار خلال يومين حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مساء السبت قادة إسرائيل أنه في حالة تمرير التعديلات القضائية فسيكون هناك ضرر حقيقي على الجيش وسينهار في غضون 48 ساعة وقد أعلن 10 ألف من جنود الاحتياط من جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تعليق الخدمات احتجاجا على التعديلات القضائية وقال إيان نافير أحد قادة التمرض في الجيش خلال مؤتمر صحفي نحن نتحدث عن 10 ألاف جندي ينضمون إلى دعوة أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية هذه واحدة من أصعب الأمسيات في تاريخ الدولة لدينا حوالي 10 ألاف مقاتل خلفنا يقولون الليلة للحكومة الإسرائيلية كفاء وتابع لقد حاولنا كل شيء حتى لا نصل إلى هذه اللحظة ولم يترك لنا أي خيار لقد تعهدنا بخدمة المملكة وليس الملك نيفو إيريز القائد السابق للكوماندوس البحري قائلا نحن بلد ينهار كل يوم كل شيء ينهار الاقتصاد التكنولوجيا الفائقة العلاقات الخارجية والآن الجيش هناك شخص واحد تخدمه هذه الفوضى وهو بيبي نيطانياهو أنت وحدك المسؤول عن كل هذا لقد فقد نيطانياهو إنسانيته ترجمة نانسي قنقر